اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني اهلا ومرحبا بكم في قناة مصر للتعليم الفني تعالوا بقى زي ما تعودنا مع بعض نفتكر احنا خدنا ايه في الحلقة اللي فاتت علشان نكمل الحلقة الجديدة ان شاء الله لانها مرتبطة بشكل كبير بالحلقة اللي فاتت اول حاجة مرت علينا في الحلقة اللي فاتت ازاي نحدد الخلايا وازاي نحدد الصفوف وازاي نحدد الاعمدة قلنا عشان نحدد عمود بنضغط على حرف العمود من فوق من عنوانه علشان يحددلي العمود كله طبع عشان نحدد الصف اقف من عند الرقم من الخارج خالص واضغط على الرقم عشان يحدد الصف كله وتعلمنا ازاي ان احنا نحدد ورقة العمل باكملها او جميع الخلايا اللي موجودة في ورقة العمل باننا بقف في الرقم ما بين اسم ما بين اسم العمود او حرف العمود ورقم الصف الاول والاول في رقنا كده هو مربعة ما بينهم وتعلمنا ازاي نضغط عليها كليكة شمال بالماوس بلاقي ان ورقة العمل كلها اتحددت معي يبقى احنا كده حددنا عمود حدد نصف احدد خلية ازاي دي اسهل حاجة تحديد الخلية ان انا اضغط دبل كليكة على الخلية فالقي الخلية اتحددت معي اتعلمنا ازاي احدد مدى معين من الخلية باننا كليكة شمال بالماوس وابتدي اسحب وحدد المدى اللي انا عايزاه ازاي احدد خلية غير متدورة زرارة كنترول صباعي دو عليه تملي بفكركم عشان ما تنسوش وابتدي كليكة شمال بالماوس على الخلية الغير متدورة اللي انا عايزة احددها مع استمرار في الضغط على زرارة كنترول بصباعي ده تمام كده طيب يبقى احنا اتعلمنا جميع انواع التحديد وسهل جدا ان انا احدد خلية متدورة ان انا بضغط كليكة شمال بالماوس وبسحب كده الى ان يتم تضليل جزء الخلية المتدورة اللي انا عايزة احددها وبرضو مفتاح الشفت اللي موجودة على كيبورد بيساعدني في الضغط عليه ان انا احدد الخلية المتدورة انتقلنا بعد كده الجزئية تانية اللي هي تنسيق الارقام اللي انا عارفة ان انتو هتحبوها لانتو استعملوها كتير عشان تفرقوا الرقم اللي انا كدبه ده رقم ايه تعالوا نفتكر قلنا تاريخ عملة درجة حرارة وقت نسبة مقاوية ايا كان الرقم ده ايه الرمز اللي عايزة احطه جنبه عشان يدل عليه واتكلمنا فيها باستفادة وقلنا ازاي ان انا اغير تنسيق الارقام بتاعتي دي قلنا من التبيب هوم ومن المجموعة نمبر ابتدي اشوف الايكون اللي انا عايزة استخدمها في الايكون اللي خاصة برمز العملة وفيه اللي خاصة بالمنازل العشرية ازود منزلة عشرية بالضغط عليها او اقل المنزلة عشرية بالضغط على الايكون اللي جنبها اللي خاصة بتقليل المنازل العشرية فيه الايكون الخاصة بالفصلة ودي زي ما قلنا بتفصل للرقم ما بين المليون وما بين الالف وما بين المئات والعشرات وهكذا والنسبة المقاوية رمز النسبة المقاوية وشوفنا برضو كذا طريقة ان انا استخدم التنسيقات دي اول طريقة اللي قلنيها تاني طريقة عن طريق ان انا الركن السهم اللي موجود في الركن الخاص بمجموعة النمبر بضغط عليه بيتفتح لي القيمة او النافذة بتاعة فورمات سل تنسيق الارقام هلاقي فيها كل التنسيقات اللي انا عايزها ابتدي استخدمها بعد كده انتقلنا الجزئية تانية اللي هي المحاذاة المحاذاة وقلنا ان المحاذاة دي اخدناها مرت علينا قبل كده في ميكروسوفت وورد ومرت علينا في ميكروسوفت باور بوين وللمرة التالتة بتمر علينا في ميكروسوفت اكسل المحاذاة دي مش عايزاكم تعتقدوا ان احنا عشان خدنا المحاذاة في الورد والإكسل والورد والباور باينت نقول ان هي خاصة بالنصوص لا ده المحاذاة كمان خاصة بالارقام انا ممكن اعمل محاذاة للرقم اجيب الرقم جهة اليمين جهة اليسار اجيبه في الوسط فالمحاذاة مش مقتصرة فقط على النصوص ولكن ايضا تشمل الارقام زي ما شفنا مع بعض في الحلقة اللي فيت يبقى قولنا المحاذاة دية اغير اتجاه اتجاه المحتوى داخل الخلية المحتوى كله جهة الخلية بقدر اجيبه يمين بقدر اجيبه يسار وده قلنا جبنا منين من التبويب هون ومن المجموعة الجيمين وابتديت ان انا اشوف الايكون اللي خاصة بكل اتجاه زي ما انا عايزة وقلتنا في الحلقة اللي فاتت ان دي الطريقة الاولانية في ان احنا نغير محاذاة محتوى الخلية وقلنا الدرس اللي جاية ان شاء الله او الحلقة اللي جاية هنبتدي نشوف الطريقة التانية فتعالوا مع بعض نشوف الطريقة التانية لتغيير محاذاة ايه محتوى الخلية سواء كان المحتوى ده نص او رقم تعالوا بينا يلا الطريقة التانية لتغيير محاذات محتويات خلية هنستخدمها الطريقة دي علشان الناس اللي بتحب بتشتغل على لوحة المفاتيح الكيبورد قالنا المحاذاة لليمين زرار كنترول مع الار توصيد كنترول مع الار محاذاة يصار كنترول مع الار طيب تعالوا نفتكر كده مع بعض انا تملي لما بيكون فيه شغل من الكيبورد بحب اأكد عليكم تملي بأكد عليكم على المعلومة دي لما يكون فيه مفتاحين هضغط عليهم على الكيبورد علشان ينفزولي امر معين من فضلكم ما تشيلوش ايديكم من على الزراعي الاولاني يعني هو بيقول لنا جهة اليسار كنترول مع الال كنترول مع حرف الال ما اضغطش ضغط على الكنترول وقمش هاي لاصباعي وبعدين هدوس على حرف الال مش هينفز الامر لازم بالتوازي اكون ديسة على المفتاحين مع بعض كنترول وال يجيب المختوى جهة اليسار اللي يعني لفت كنترول وار يجيب المحتوى جهة اليمين رايت يعني رايت يعني جهة اليمين والتوصيد زي ما قلنا كنترول مع حرف ال اي يبقى انا كده هو استخدمت الكيبورد وما استخدمت الشريط التبويبات و ايه شريط الريبون الايكون اللي موجودة في شريط الريبون يبقى اول طريقة ان انا استخدمت التبويبات تاني طريقة ان انا استخدمت الكيبورد وزي ما قلنا فيه بعض المستخدمين لتطبيق ميكروسوفت اكسل بيبقى سهل عليهم ان هما يستخدموا مفاتيح الكيبورد من ان هما يمسكوا الماوس ويبتدوا يحركوا ويختاروا الاوامر يبقى احنا كده اتعلمنا الطريقتين والطريقتين صح الطريقتين صح ايه بقولها للمرة التانية الطريقتين صح ولكن كل مستخدم يستخدم الطريقة اللي هو شايفها ان هي تناسبة تعالوا بقى مع بعض نتعلم مهارة جديدة اظهار النص داخل الخلية على اكتر من سطر لو انا عندي جملة الجملة دي بتتكون من كلمتين وعايزة كل كلمة تيجي في سطر دي مهارة هنتعلمها ازاي نجيبهم على سطرين شايفين الايكون دي مكتوب عليها ايه راب تيكست راب تيكست يعني بظهر المحتوى بقسمه على جزئين دي اول مهارة تاني مهارة دمج الخلية ميرج سنتر ميرج سنتر ودي الايكون اللي خاصة بيها الايكون دي بلاقيها فين بلاقيها في شريط الربون انا موضحها لكم هنا مكبرها شوية عشان تعرفوا شكلها ما تشوفوها على شريط الربون تبقوا ان انتو عارفين ان المهارة ان الايكون دي بتعمل ايه بتعمل ميرج وسنتر ميرج وسنتر دمج وتوسيط دمج وتوسيط محتوى الخلية اما الايكون دي اللي فيها جزئين منفصلين عن بعضهم اسمها راب تيكست ودي بتقسم الجملة في الخلية الى شقين اه طبعا انا اه متعودة معاكم وانتو متعودين وخلاص عرفتوا ان احنا اي مهارة بنتعلمها لازم بنربطها بالواقع العملي طب هو انا هستفد ايه لما ان انا اقسم جملة مكتوبة في خلية على سطرين دي بتفدني في حاجات كثيرة بتفدني اولا في التنسيق لما يكون عندي مثلا ايه اه عمود مكتوب فيها اكتب في ايه اسماء موظفين اسماء الموظفين تمام كده انا اسماء الموظفين هتاخد حيز معين لكن علشان الجملة كبيرة اللي انا كتبها او اسماء موظفين الشركة فانا عايزاها العمود ما يبقاش كبير قوي عايزاها ياخد نفس نفس المحتوى ولكن ياخد حيز اقل طب حد هيقولني انا ممكن اصغره اصغره بالشكل ده اضغطه كده ممكن يتصغر ولكن ده هيأثر على تنسيقات تانية احنا بنتعلم جميع المهارات لما انا اجي انفس حاجة زي كده انا قدامي كذا اخطيار انا تعلمت ايه اتعلمت تصغير العمود وتكبير العمود اتعلمت تكبير الخط وتصغير الخط اتعلمت دلوقتي مهارة جديدة اللي هي تقسيم الجملة داخل العمود الى جزئين انا معايا كذا اختيار ابتدي اشوف انهي اختيار فيهم اللي هيأدي لي المهمة اللي انا عايزها والله انا لقيت المهارة الاولية اللي اتعلمتها او الاختيار الاولين ينفذ لي اللي انا عايزها تمام خلاص والله لقيت ان الاختيار التاني ان انا هقسم الجملة على سطرين هتعمل تنسيق للعمود افضل بمحتوياته اشتغل علي يبقى انا ليه بتعلم كذا حاجة علشان اشوف اللي يناسبني وابتدي انفذ طب الجزئية التانية اللي احنا هنتعلمها دلوقتي اللي اسمها ايه ميرج سنتر ميرج يعني دمج انا بدمج خليتين في بعض انا دلوقتي كذب خلية اسم الشركة الشركة العربية لتصنيع الاخشاب مثلا الجملة دي خدت مني ثلاث خلايا طيب انا مش عايزاها متقسمة في ثلاث خلايا وانتو لما بتنزلوا المعمل وبتشتغلوا وبتكتبوا كده بتديبكوا اوي الجزئية دي بتقولوا ايه طب احنا ما ينفعش ان احنا نخلي الجملة دي في خلية واحدة اه النهاردة هنتعلم ازاي نخليها في خلية واحدة انا كتبها يا اما الجزء بتاعها اختفى داخل الخلية اعمل ايه بنحدد الخلية اللي فيها اسم الشركة الكبير وبنعمل لها ميرج دمج وسنتر كمان اوسطها كمان تعالوا بينا نشوف هنطبق دواع مالي ازاي يلا بينا ايه دي اه شيط الاكسل الخاص بيا انا جيت هكتب هنا لو انا جيت لقي بكتب لقيت وكتب ان انجلش اعمل التو شفت يمين يكتب عربي ادي كتبت كلمة ايه كشف المرتبات انا شايفة اه دي جملة متكونة من كلمتين زي ما احنا شايفين بالشكل ده لو انا جيت فتحت ميرج اند سنتر واحنا قلنا ميرج اند سنتر دي بتعمل ايه بتدمج الخلايا ميرج اند سنتر بتدمج الخلايا بتخلي بدل ما هي الجملة مكتوبة في خليتين اهو زي ما احنا شايفين اهو بقت مكتوبة في خلية واحدة الخط الفاصل ما بين الخلية الاولى والتانية اتمسح ما بقاش موجود ليه عشان انا عملت ميرج اند سنتر طب عايز اوسطها اهو شايفين اللي احنا لسه متعلمينها في الحلقة اللي فاتت اللي هي السنتر في المجموعة الالجمت من التبويب هوم ضغطت على الايكون الخاصة بالسنتر في التوسيط راح اعمل لي ايه جاب لي كلمة في الوسط يبقى ميرج ده ما جيت الخلية زي ما شفنا كده و السنتر وصط لي ايه وصط لي الجملة في وسط الخلية تبقى احنا استعملنا امرين ميرج دمج والامر سنتر طب تعالوا كتبنا اه كشف المرتبات تاني شايفين راب تيكست دي اللي احنا قلنا عليها ضغطت عليها بعد ما كتبت كشف المرتبات حصل ايه اسملي الجملة لكلمتين اسملي الجملة لكلمتين اهو كشف الوحدية لو انا ضغطت عليه تاني خصل ايه رجحها تاني زي ما كانت رجحها تاني زي ما كانت وعملت لها ميرج وسنتر يبقى احنا دلوقتي اتعلمنا مهارتين مهارة عن طريق ميرج اند سنتر لما حددنا الجملة اللي انا كتبها وروح تضغط عليها اه حصل لها نفس الامر لو انا وقفت عليها وكليت تايمين واخترت نفس الامر اهو هلاقي ميرج سلقة هي دمج عليها علامة صح يبقى معنا كده ان هي متفع احنا على معايا لو انا شلت علامة الصحة وقلت اوكيه رجعت تاني الجملة اللي هي مهارة ميرج سل واخنا شفنا جبناها من شريط الريبون وشفنا ان احنا استخدمناها ازاي دي اول طريقة من شريط الريبون تاني طريقة ان انا كليكا يمين على الخلية واختار فورمات سل ومن فورمات سل بلاقي الامرين اللي هو ميرج اند سنتر واللي هو الريب تيكست ابتدي كليكا شمال بالموس على المربع اللي جنب الامر او اللي جنب المهارة دي اللي هي الريب تيكست او ميرج سنتر بيتامل علامة صحة عليها طالما في علامة صحة عملت عليها او ظهرت عليها يبقى معنى كده ان الامر ده مفاعل معايا ان هو فعلا نتنفذ طب لو انا ضغطت بالموس كليكا شمال على علامة الصحة دي للمرة التانية هتختفي هيبقى المربع الصغير اللي جنب الامر ده ما فيهوش اي علامة ودوس اوكي يبقى معنى كده ان الجملة هترجع لطبيعتها تاني مش متنفذ عليها اي امر يبقى احنا طريقة منهم بس تخدمها لازم اكون محددة الخلية ذات نفسها ما ينفعش اكون واقفة على خلية تانية بعيدة خالص عن الخلية اللي انا كنت عايز اعمل عليها التنصيق اللي اكت في المثال السابق كشف المرتبات اروخ اقف في خلية تانية ونفذ الامر مش هيتنفذ على كشف المرتبات هيتنفذ على الخلية التانية اللي انا ايه محدديها واقف عليها يبقى اول حاجة قبل ما نفذ لازم احدد الخلية دي اول خطوة تاني خطوة ابتدي ان انا اشوف الامر اللي انا عايز انفذه في شريط الربون في المجموعة اللي انا عايزها المجموعة اللي هي هوم تمام وابتدي اشوف فين الايكون اللي عايز انفذ عليها سواء كانت ميرج اند سنتر اللي هي دمجة وتوسيد سواء كانت راب تيكست اللي هي تجزئة الجملة تمام بروبو عليكم طب تعالوا مع بعض نشوف مهارة تانية المهارة التانية دي اللي هي تنسيق الخط تنسيق الخط بنتعلم ايه في تنسيق الخط تغيير حجمة ونوع ولون الخط جميل تغيير نمط الخط او تطبيق تأثيرات عليه دي تاني مهارة تالت حاجة حدود او تعبئ تعالوا بقى مع بعض كده احنا تنسيق الخط دو سمعنا فين قبل كده بالظبط سمعناه برضو في ميكروسوفت ويرد وسمعناه في ميكروسوفت باور بويت ودينا للمرة التالتة بنسمعه في ميكروسوفت اكسل طب حد هيسألني يقول لي هو احنا مش قلنا ان برنامج او تطبيق ميكروسوفت اكسل ده هو برنامج محاسبي يجي نبيتعامل مع الارقام بالظبط كده طب احنا ليه هنتعامل مع الخط مش الميزانية دي هي الارقام البرنامج الحسابات بتاعنا ميكروسوفت اكسل بتعمل معها طب الميزانية دي مش بيبقى مكتوب فيها مدخلات نصية مش بنكتب في الميزانية دي الارادات وكلمة ارادات ومش بنكتب كلمة مصروفات ومش بنكتب عنوان اصلا ليها الميزانية عن سنة كذا مش كل دي تنسيقات مش كل دي نصوص محتاجة مننا تنسيقات بالزبط كده فالتنسيقات دي برنامج الاكسل اتحى ان انا انفزها دي خلال تطبيق ايه هي بقى التنسيقات اللي على الخط دي اكبر الخط او اصغره طبعا الونه اظلله اعمل برواز وحدود ليه اغير الستيل بتاع الخط ذات نفسه انواع الخطوط اللي احنا درسناها في ميكروسوفت وورد كل التنسيقات اللي متاحة برنامج ميكروسوفت اكسل اقدر اطبقها على المدخلات النصية اللي انا بدخلها داخل الخلايا في الورك بوك اللي انا شغال عليه تعالوا طيب انتوا بتحبوا الجزء العملي وانا عارفة ده كويس يلا ايه دي ميكروسوفت اكسل فتح الشيط كتبالكم هنا هو جدول حددت الجدول اهو زي ما انتوا شايفين علشان نبتجي نشتغل عليه ادي الجدول بتاعي طبعا فيه مدخلات نصية وفيه مدخلات رقمية اهو بالشكل ده ادي الجزء اللي خاص بالتنسيق التبويب هوم والمجموعة فونت اهي فيها التنسيقات فيها الخط علامة الايه انا محدد دي لو انا دست على ايه الكابيتل دي اللي لاحظنا ايه الخط كبر حجمه بيكبر لو ايه الصغيرة التانية الايكون دية ايه اللي حصل الخط بتدا يصغر معايا فيه هنا هو سهم جنب الرقم الخاص بالخط ده رقم الخط درجة الوضوح بتاعته عشرة لو انا فتحت هنا هو السهم ده وانزلت مثلا خليته 18 خليته 20 شايفين لاحظوا اللي بيحصل الخط بيكبر معايا على حسب الرقم اللي انا اخترته انا اخترت عشرين لقيت حجم الخط كبر اخد حجم عشرين اللي انا اخترته على الخط فيه هنا كمان خرف الايه كابيتل وتحتيه لون لو انا فتحت السهم اللي جنب الخط ده هلاقي بلدة الالوان ظهرت معايا بلدة الالوان دي فيها مجموعة الوان مختلفة اضغط على لون الخط اللي انا عايزاه هلاحظ ان الخط اخد اللون اللي انا عايزاه اهو بالشكل ده فيه ايكون تانية خاصة بلون الخلايا لو انا عايزة الون الخلايا في نفس التبويب نخلي بالنا في نفس التبويب هم اللي انا فتحها تعالوا الاول نعمل ايه نوع الخط شايفين انا محددة الجزء اللي انا عايزة اغير فيه اللي خاص بالخط اختار مثلا اختار نوع تاني عشان النوع ده اكبر الارقام اوي ايه نوع اهو تاني من الخطوط اه ظهرت عندي هنا الارقام بوضوح اه فزي ما قلنا كده التنسيق اللي عملته على الخط تكبر الخط وغير لونه وغير نوع الخط كمان لو عايز اعمل تنسيق تاني بحدد الجزء اللي عايز اغيرله التنسيق ومن التبويب هوم ومن المجموعة فونت شايفين حرف البي دي يعني ها يعني بولد بولد يعني سميك بيخلي الخط سميك والايد لو ضغط عليها اتلك بيجيب الخط مايل شوية واليو دي معناها اندرلاين يعني بيعمل لي خط تحت المدخل اللي انا مدخلاه في الخلية بالشكل ده يبقى هنا اهو لو انا جيت حددت تاني وعايز اعمل تنسيق تاني المرة دي بقى انا هلون هلون ايه الخلية ذات نفسها مش محتوى الخلية هلون الخلية ذات نفسها الايكون دي هفتح السهم اللي جنبها هيديني مجموعة من الوان اختار اي لون كده لون لي الخلية زات نفسها من الداخل يبقى جي مجموعة من التنسيقات انا دخلتها على محتوى الخلية هنا حددتها تاني هفتح هنا في البوردر البوردر دي يعني الحدود بختار هنا فيه هنا بوردر وفيه هنا بوردر بيدي يقول انت عايز اتعمل حدود في الجزئية اللي انت محددها دي ريت ولا لافت ولا اول ولا اي اختيار انا عايز اه طبعا ده حسب انا عايز اعمل ايه او على قدامي سؤال اشوف السؤال طالب ايه وابتدي اختار الامر اللي ينفذ لي التنسيق اللي السؤال طالبه لو انا اخترت هنا اللي هي دي بالشكل ده بص الاقي ان الجدول اللي انا عاملاه اتحددله برواز واتحددله كمان الخلايا اللي داخل الجدول لان انا اخترت في الاختيار بتاعي اول بوردر يبقى شفنا هنا التنسيقات اللي احنا عملناها عملناها من التبويب هوم ومن المجموعة فونت اخترت من خلالها التنسيقات لو انا جيت حددت الجدول ده تاني وجيت هنا عند المجموعة فونت وهنا في الجزء دوة وضغط على السهم اللي في الركن اللي خاص بالمجموعة فونت هي يديني برضو فورمات سيل تنسيقات الخلايا ويديني الخط الفونت ابتدي ان انا اغير اختار الخط اللي انا عايزاه نوع الخط اللي انا عايزاه وكمان بقدر ان انا اختار نوع الترقيم اللي انا عايزاه برضو نفس الاختيارات هي هي وبيديني هنا هو معينة بيظهر لنوع الخط هنا في المعينة هنا برضو بيديني الوان اللي انا عايز اختارها للخط والحجم اللي انا عايز اختاره للخط برضو اختار اختار التنسيقات اللي انا عايزاه وابتجي من الريبون نشوف بدون بدون تحديد اختار الخط بولد اللي هو ساميك اللي هو حرف البي والتنسيق اللي عملناه اي اتلك الخط المائل والتنسيق حرف اليو اندرلاين اللي تحت يا خط اللي بطلعلي خط تحت التنسيق يبقى انا كده عملت كل التنسيقات اللي خاصة باي بالخط دي طريقة الطريقة التانية عن طريق السهم اللي موجود في الركن اللي خاص بالفوند او فورمات اللي خاصة بالفورمات اللي خاص بالخلايا هضغط عليها يتفتح لي فورمات سيل نافزة اللي خاصة بالفورمات سيل هلاقي فيها كل الاختيارات اختار التنسيقات اللي انا عايزاها واقول له اوكي نفس الاختيارات هي هي تالت طريقة ارجع فكركم لازم الاول يكون ايه محددة جزئية اللي عايزة انفز عليها التنسيق وكليك كايمين بالماوس واختار فورمات سل هيتفتح لي نفس الصندوق الحواري هو هو ابتجي انفز الاوامر اللي انا عايزاها زي ما طبقناها عملي مع بعض واقول له اوكي هينفز لي التنسيق تمام تعالوا نشوف مهارة تانية التنسيق التلقائي تعالوا مع بعض كده نشوف يعني ايه تنسيق تلقائي التنسيق التلقائي قال لنا هو احد التنسيقات التلقائية على مجموعة من الخلية بيتعمل ازاي اول حاجة نشط التبويب هم من المجموعة ستايلز نختار فورمات استيبل تعالوا يعني ايه تنسيق تلقائي تعالوا مع بعض كده مش احنا لسه من شوية وكمان في الدرس اللي فيت شرحنا ان احنا بننسق الخلايا داخل تطبيق ميكروسوفت اكسل بننسقها ازاي بنختار لها لون بنختار لها حجم بنختار لها بردر بنختار لها نوع معين من الخطوط وقعدنا عملنا مع بعض وشوفنا ازاي ان احنا بنعمل التنسيقات هو بعد احنا ما شرحنا ازاي احنا نعمل بنفسنا جينا نقول لكم بقى المفاجأة دي ان ميكروسوفت اكسل هو عنده تنسيقات جاهزة عندك تنسيقات جاهزة وسيبنعملين نلون الخط ونكبر الخط ونصغر الحدود ونكبر الحدود احنا لازم نعرفك ان انت تقدر تعمل دول وحدك ولكن في نفس الوقت في ناس او مستخدمين او يوزر بيحبوا ان هم يستخدموا التنسيقات الجاهزة هم شايفين ان هي هتوفر لهم وقت وجود وفي نفس الوقت هيتديهم نفس الجودة اللي هم عايزينها فعشان كده ميكروسوفت اكسل خطت لنا جوة التطبيق بتاعنا ايه تنسيقات جاهزة لمن يرغب في استخدامها تعالوا مع بعض نشوف بالطريقة العملية هنستخدمها ازاي يلا بينا اجي جدول عندي اهول اللي احنا اشتغلنا عليه في التمرين اللي فات موجود معنا هو تعالوا بقى نشوف هنعمل عليه تنسيق جاهز ازاي في التبويبهم لازم اتأكد ان انا فتحة التبويبهم اهو بالشكل ده هاجي تاني خطوة احدد الجدول اللي انا عايز اعمل عليه التنسيق اأكد تاني ان احنا في التبويب هوم شايفين هنا ستايل المجموعة ستايل فورمات تيبل شايفين فورمات تيبل انا ضغطت على السهم اللي جنبها فتحتها اه جي المفاجأة تنسيقات الجاهزة ده غط على واحد فيهم اللي انت عايزة تنسقي المدى ده هو محدده في الجزء الاسمر ده اللي فيه المدى اقول له ايوه هو فعلا المدى ده لان انا من الاول انا محدده لانه هيطبق التنسيق على المدى ده بس اقول له اوكي اللي حصل اعمل لي تنسيق جاهزة هو نوع خط معين ولون معين وتنسيق ارقام معينة وكمان ضف لي حاجة زي قيمة كده فوق عند عنوين رؤوس عنوين الخلايا اه القيمة ده فيها ايه فيها الاصناف اللي مكتوبة انا كدبتكييف شاشة LCD مكواء الكلام ده كمان حطها لي في قيمة حطها لي في قيمة مختزلة عنده ليه عشان لو انا عايزة اه اظهر مثلا بيانين بس عايزة اظهر التكييف وعايزة اظهر المكواء هخلي عليهم علامة صح واشيل علامة الصح من على المدخلات الباقية فمش هيظهر غير دولة بس نفس الحكاية للكود لو انا عايزة كود معين مثلا بيبتدي برقم معين هعمل علامة صح عليك لك اشمال بالموس وفيها هيظهر هو ده بس ومش هيظهر البي نفس الحكاية السع لو جيت فتحتها هلاقيه عملي قيمة مختزلة ليه كل الاصعار عايزة كل الاصعار تظهر هعمل علامة صح عليها كلها زي ما هي واضحة كده عايزة سعر معين اللي يظهر والباقي الاصعار تختفي ها اعمل علامة صح على اللي عايزة يظهر بس والباقي يختفي مش عايزة اشوفه في القيام تمام كده بيعمل لي كمان ترتيب من تصعدي او تنازوي يبقى احنا كده تعالوا مع بعض كده نستعرض اللي احنا اتعلمناه في التمرين ده اتعلمنا ان فيه تنصيقات جهزة مخزنة داخل تطبيق اكسل التنصيقات دي بستدعيها ازاي بستدعيها بان انا احدد الجزئية او الجدول اللي عايزة عمله تنصيق واتأكد ان انا فيه التبويب هوم وبعد كده هو في الستايل اختر ايه فورمات سيل ابتدي ان انا زي اللي احنا ما شفنا كده هو زي ما شفنا مع بعض فيه الجدول وهلاقي تنصيقات عديدة جدا اختار التنصيق اللي انا عايزاه اضغط عليه هلاقي ان التنصيق الجاهز اتطبق على الجدول بتاعي وابتدي اشتغل عليه زي ما انا عايزة تعالوا مع بعض نشوف هنتعلم ايه تاني هنتعلم دلوقتي التنصيق الشرطي Conditional Formatting ايه التنصيق الشرطي ده يا تره تعالوا نشوف كده هو التنصيق الذي يقوم البرنامج بتطبيقه طلقائيا خلي بالنا من كلمة طلقائيا على خلايا معينة مثل التظليل هيظللي الخلايا دي او يلونلي الخط جوه الخلايا وزلك ايه بقى عند تحقيق شرط معين ويمكن ازالته طب ده في كذا جزء هنا تنصيق الشرطي ده قال لي اولا بيتطبق تلقائي ثانيا ممكن يكون تظليل او لون خط ثالثا انا ممكن ازيله طب تعالوا بقى مع بعض كده اشرح لكم تمهيدا للتطبيق اللي هنحله مع بعض هنحل مع بعض تطبيق دلوقتي هنشوف ازاي التنصيق الشرطي ده بيتطبق قبل ما نشوف التطبيق ده هتديكم فكرة عنه كده عشان يبقى سهل التطبيق في الجزء العملي ونفرض مسلا ان انا عندي كزا منتج منتج مسلا الف منتج به منتج جيم المنتج الف في مبيعات حققت عشرين الف جنيه المنتج به تلاتين المنتج جيم اربعين الف جنيه تمام اجي انا عايزة اسهل على نفس الشغل اقوم اقول عايزة اعمل تنصيق شرطي انا عايزة يصغر لي المبيعات اللي فوق التلاتين الف جنيه المبيعات اللي فوق التلاتين الف جنيه عايزة الرقم بتاعها يبقى لونه احمر الرقم التلاتين الف تتحول لاحمر او عايزة الخلية اللي جواها رقم تلاتين الف دي تبقى لونها اصفر يبقى ده تنصيق ايه شرطي ليه شرطي يعني عايزة اقول له شرط تلوين الخلايا خلوا بالكم شرط تلوين الخلايا ان المبلغ يكون فوق 30 ألف جنين يبقى الخلايا اللي فيها 10 ألف أو الخلايا اللي فيها 20 ألف هتتلون بالتأكيد لا ايه اللي هيتلون الخلايا اللي فيها 30 ألف طب حده هيقول لي طب ما احنا ليه نقعد نتعب نفسنا ونقعد نعمل كذا خطوة علشان نحدد ده طب ما انا بص كده اشوف في 30 ألف اقوم عملها بلون احمر اقول لكم اه انا معيكم في الكلام ده ولكن انا عشان بدلكم مثال بسيط لكن لو في شركة بتتعامل مع مليون من الاصناف هل همسك كل خلية دور عليها لونها باللون ده احنا هنقعد يومين ويمكن اكتر علشان نعمل التنسيق ده يبقى احنا بنتعلم بالخطوات العلمية الممنهجة دي زي ما قلنا بتسهل علينا الوقت والجه تعالوا لشوف هننفس ده عملي ازاي ايجي اهون تطبيق اه تمرين انا كتبها اهون في عدد الوحدات المباعة في شهر يناير وعندي اه الارقام المبيعات 300-350-200 تمام عايز اعمل ايه تنسيق شرطي للجزئية دي اه زي ما قلتلكم اه دي 300-350-200 لازم اكون محددة جزء الارقام اللي انا هعمل عليها التنسيق الشارج ومن التبويب هوم زي ما احنا شايفين كده هروح فين هروح عند اهو conditional formatting conditional formatting هضغط كده هيظهر لي ايه highlight cell rules انت عايز اتعملي highlight للخلايا اللي هي هتحقق الشرط المعين ولا عايز اتعملي تلوين اه للخلايا للارقام انا هروح عند highlight واقول ايه بيديني grid zain اكبر من less zain اقل من equal يساوي اشوف انا عايز ايه او between ما بين ارقام كذا وما بين ارقام كذا فبيديني كذا اختيار اشوف انا الاختيار اللي انا عايز ايه على حسب التمرين اللي انا بحله التمرين اللي انا بحله ده طالب ايه ابص على الاختيارات اللي عندي لا ده التمرين عندي طالب اكبر من greater zain رحت انا دغطت على greater zain اه طلع لي صندوق حواري كده يقول لي انت عايز الرقم يكون اكبر من ايه greater zain ايه اقوم اه ابتدي افتح اه الجزء اللي خاص بالكتابة اللي انا هكتب فيه وامسح الرقم اللي كان موجود اذا ربما انا كنت حلى تمرين قبل كده او حد كان قاعد على الجهاز قبل وخاطط تمرين قبل كده فانا اكتب الرقم اللي انا عايزاه بيقول لي انت عايزة بعد كده هو يتلون بلون red اللايت اللي بتاع الرقم يبقى red لأ انا في التمرين بيقول لي ان هو عايزه red او yellow او green زي ما انا عايزة او زي التمرين ما هو طالب ابتدي اختار اللون red اللي حصل اهو انا قلت الارقام اللي فوق التلتمية ما فيش اي رقم اتحدد غير التلتمية وخمسين التلتمية ما تحددتش باللون الاخمر ولا المتين اه اتحددت باللون الاخمر فده معناه انه هو ما لقاش فوق التلتمية غير رقم واحد اللي هو التلتمية وخمسين ولونه بلون احمر وبكده انه هو عمل ايه حقق التنسيق الشرطي اللي هو conditional formatting من اه المجموعة style من المجموعة style تمام وفي عندي هنا هو اه لو انا عايزة اعمل اه الغي باجي هنا clear شايفينها قلت create rules ان انا بلغي create rules from select من create rules اختار create rules from select بيمسح بيمسح لي التنسيق الشرطي اهو رجعت الخلية طبيعية تاني مش متلونة باي لون يبقى معنا كده هو ان انا قدرت ان انا اعمل ايه ازيل التنسيق الشرطي اللي انا عاملي تعالوا بقى بينا مع بعض كده بعد التمرين الجميل دو اللي احنا شفنا من خلاله ازاي انا اعمل اه تنسيق شرطي conditional formatting بالنسبة للارقام اللي موجودة عندي وبيديني اختيار ان انا اممكن اختار انا عايزة اعمل تنسيق شرطي conditional formatting اقل من لسدان اكبر من اه او ان انا اعمل equal ان هو يساوي او between يبقى عندي كزا اختيار الاقل الاكبر more than less than equal زي ما قلتلكم between عندي جميع الاختيارات اللي انا اعمل لها تنسيق شرطي كمان قال لي ممكن التنسيق ده اما اختار اه ان انا الون الرقم ذات نفسه او الون الخلية اللي فيها الرقم وممكن الالوان دي خيارني ما بين الالوان المختلفة الielو الاصفر الجرين الاخضر الارد الاخمر وهكذا البلوه الازرع زي ما انا عايزة الون الارقم كمان الصفوف الصفوف والاعمدة خالص تاني وكلت كايمين واخترت دليت اتمسح العمود جيت حددت الصف بالشكل ده كلت كاشمال بالموس عليه اتحدد بعدين كلت كايمين ودست دليت من القائمة المنسدلة بيتمسح الصف معي يبقى انا كده ضفت صف وحزفت صف جيت حددت العمود ده بعد كده العمود سي شايفين هنا هو التبويب هوم انا خددت العمود سي وروحت للتبويب هوم وبعدين رحت هنا هو عند انسيرت شايفين انسيرت دي ضغطت عليها كده بيقول لي انسيرت شيت كولوم اهو نفس المهمة الدهاني هي هي ضف لي كولوم طب لو جيت بالنسبة للصف قلت هنا هو انسيرت برضو وعايزة اضيف صف من المجموعة سيلز انسيرت انسيرت شيت رو اللي حصل ضف لي صف جديد اهو بالشكل اللي انا شايفه ده طب لو انا عايزة احزفه لو انا عايزة احزفه بحدده بالشكل ده هحدد الكولوم اللي هو سي وبعدين اوقف عليه واقول دليت دليت تيبو الكولوم اهو ابتدى ان هو يحزف لي ايه العمود لو انا جيت حددت طيب الصف اتنين ده وكليت كايمين ورحت قلت انسيرت ايه اللي حصل اخترت انسيرت من القيمة المنسادلة ضف لي صف جديد اهو بالشكل ده طب لو حددت العمود وكليت كايمين عليه بالماوس ودست انسيرت يبقى ضف لي عمود جديد اهو بالشكل عايزة احزفه احدده كليت كايمين لو انا قلت انسير هيضيف لي عمود جديد لو قلت دليت هيحزف لي العمود لو انا جيت حددت تاني الصف كليت كايمين اللي انا اضفته وضغطت دليت اللي هيحصل ها يتحزف معي طب تعالوا معي كده هو نرجع اللي احنا قلنا ده هو ليه انا ضفت عمدة وضفت صفوف وعملت كزا طريقة علشان نوضح بيها المعلومة دي اضافة العمود اضافة الصف حسف العمود حسف الصف ممكن نعملها باكتر من طريقة اسهل طريقة انا عارفة ان انتو بتحبوها بتحبو ان انتو تستخدموها ان احنا نحدد العمود اللي عايزين نضيف عمود قبله او بعده ونعمل كليت كايمين بالموس عليه هتنزل القائمة المنسدلة بقول له انسيرت كولوم هو بيقول لي انت عايزك كولوم العمود اللي عايزة ضفيدة عايزة يمين ولا يسار ابتدي اشوف انا الموقع اللي عايزة فين واختر له اقول له ليفت يعني شمال او يسار راية يعني يمين تمام ده بالنسبة للعمود بالنسبة للصف نفس القصة او نفس الخطوات عشان ان انا اضيف او احذف صف من القائمة المنسدلة دي طريقة الطريقة التانية من التوويب هوم ومن المجموعة سيلز خلايا هلاقي ايكون عديدة خاصة بادراج الاعمدة وادراج الصفوف وحاسف الاعمدة وحاسف الصفوف ولكم مطلق الحرية في اختيار الطريقة اللي تنفذوا بيها الامر طالما هي في النهاية هتوصلنا لنفس النتيجة تمام يلا بينا نتعلم مهارة جديدة تعديل عرض العمود وارتفاع الصف علشان ننفذ المهارة دي ان انا اوسع عرض العمود او اغير ارتفاع الصف في مجموعة من القطوات لازم اعمله قالنا اول حاجة نقف في اي خلية في العمود المطلوب تعديل عرضه ثم ننشط التوويب هوم خلوا بالك وهنا هنقف في اي خلية علشان نغير العرض انما لما كنا بنفس تنسيق على العمود باكمله او صف باكمله ما كانش ينفذ نقف في اي خلية في العمود كان لازم نحدد العمود من بدايته من رقم ايه لو عمود ومن الرقم بتاع الصف لو صف طب دي اول خطوة ان احنا هنقف في اي خلية في العمود ثم ننشط التوويب هوم احنا شغل كتير جدا او تنسيقات كتير جدا عملناها من التوويب هوم من المجموعة السيلز اللي هي خلية ننقر السهم اسفل الاداة في فورمات نختار الامر كولوم واير يبقى ده عشان اغير عرض العمود يظهر مربع حواري او صندوق حواري يطلب مني ان انا اكتب ان عايز العرض اقد ايه انا العمود ده ونفرض ان هو كان واخد عرض عشرين انا عايزة تلاتين فبابتدي اكتب تلاتين واقول اوكي وكذلك بالنسبة لارتفاع الصف نختار روحال طيب عرفنا ازاي بالطريقة النظرية فقط ازاي نغير عرض العمود وارتفاع الصف انا مش هشرحها لكم عملي عشان اشوقوا ان انتوا تبحثوا عنها المرة الجاية ونشتغلها عملي باذن الله ونشوف ازاي نقدر نغير العرض بتاع العمود ونغير الارتفاع بتاع الصف عشان يبقى الوركشيت بتاعي ظاهر بطريقة منصقة بشكل جمالي وبشكل فني يتناسب مع محتوى طلابي الاعزاء سعدت بوجودي معكم في هذه الحلقة وفي هذا الدرس وان شاء الله نلتقي على خير في الحلقة القادمة وإلى اللقاء